اشتركوا في القناة من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم في استحساث على الصدقة من الحلال الطيب ومن الكسب الطيب والمعنى من الموفق من المسدد من الملهم من العاقل من الرشيد من هذا الموفق المسدد الذي يقرض الله قردا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم فحقا إنه مسدد موفق من وفقه الله كي يقرض قردا حسنا من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا الله هو الغني وليس في حاجة إلى قرد مننا أبدا ولكنه يترفق بعباده سبحانه وتعالى وإلا فهو الغني وفي الحديث القدسي يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني يقول العبد يوم القيامة يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ونحوه عبدي مرضت فلم تعدني فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده وهكذا من هذا الموفق الملهم الذي يقرض الله قردا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم الله وصف الأجر الذي يؤتاه هذا الشخص بأنه أجر كريم فما ظنك بوصف رب العالمين اليهود أهل الجهل والغباء قلونا للرسول يا محمد ربك يسألنا الصدق عياذا بالله من جهلهم وغبائهم سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا ما هذا القرد الحسن كيف يكون القرد قردا حسنا أولا يجب أن يكون من مال حلال طيب فلا تسرق وتتصدق أمنفقة اليتامة من كد فرجها لك الويل لا تزن ولا تتصدقي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فيكون مالا حلالا طيبا أتى من بيع مبرور أتى من عمل الرجل بيده أتى من أي مصدر حلال فشروط قرد الحسن أن يكون أولا حلالا طيبا ليست فيه شبا ليست فيه ضخا ثانيا أن تبتغي به وجه الله تبتغي به وجه الله لا وجوه الناس فربي يقول وما أتيتم من ذيبا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون فالشرأ القيد الثاني للقرد الحسن أن يبتغى به وجه الله وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفق من قيل يوف إليكم وأنتم لا تظلمون وما لأحد عنده من نعمة تجزاء إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وكذلك ويطيمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر حتى ما نحب أن تقول شكرا لك يا بشر فكذا يفعل أهل الإيمان فالقرد الحسن يكون من مال حلال طيب يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى ويكون في ستر وستر على الفقير نعم يجوز الإنفاق علانية إذا دعت الحاجة إليه قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فالعلانية لها مواطنها والإصرار له مواطنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يتفطن له فيتصدق عليه مسكين الذي يتعفف لا يجد ما يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه هذا هو الحق والأولى قال تعالى في كتابه الكريم إن تفضوا الصدقات فنعمة هي ولكن وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئتكم فستر على الفقير عدم إهانته عدم إحراجه قيد من القيود وأن يكون من طيب أموالك فأنت عندك مثلا أنواع من الأطعمة تبيعها لا تذهب إلى الرديء وتقول هذا لله قال تعالى في كتابه الكريم وَلَا تَيَمَّمُوا الْقَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ لا تقصدوا الرديء تخرجون ولستم بآخذيه يعني إذا واحد أهداه لكم لن تقبلوه إلا أن تغمضوا فيه تغضوا الطرف عن العيوب من لن تقبله إلا إذا غضت الطرف عن العيب فيكون من المال الجيد الذي تحبه أنت لنفسك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أيضا من قيود القيد الحسن أن تخرجه وأنت طيب نفس به لا تخرجه أنت ممتعد متضايق إذا كان كذلك فصرحة النية تخرجه نفسك طيبة طيبة بها نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فثم قوم موفقون موفقون يتصدقونهم سعداء كالذي يقوم لصلاة الليل وهو سعيد يحمد الله أن وفقه لقيام الليل يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وسعيد النام يكتئب ويحزن وكذا يصوم وسعيد أنه صار وإن فاته يوم من صيام النفل يحزن فأن تكون النفس طيبة عند البذل وعند العطاء من قيود القيد الحسن أن لا تتبعه بمن ولا أذى لا تتبعه بمن يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى وفي الختام في القرد الحسن أن تسأل الله القبول يا رب تقبله مني يعني مال حلال طيب ابتغي به وجه الله فيه ستر على الفقير من مالي الجيد نفسي طيبة وسعيدة بإخراجه لا أتبعه بمن ولا أذى ومع ذلك كل أخاف أن لا يتقبل أخاف أن لا يتقبل فأسأل الله القبول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون أن لا يتقبل منهم لذا القليل يدعو ويصلي ربنا وتقبل دعائي يوفق للدعاء ويسأل الله القبول هذا ينفق النفقته بكل شروطها وكل حيثيتها الطيبة ومع ذلك يخشى أن لا تتقبل منه فيسأل ربه تعالى القبول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من هذا الموفق المسدد الذي وفق كي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له كم هذا التضيف الحسنة ابتداء بعشر أمثال ولكن قد تكون بعشرين مثل وقد تكون بسبعمائة مثل وقد تكون بمليارات تقريد العام من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ولكن لو الحسن هذه الجنيه هذا أنفقه على قريب لمحتاج مسكين الصدقة على هذه القرب صدقة وصلة لها أجران أصبحت عشرين إذا أنفقت لعليك كلمة الله أصبح بسبعمائة ضعف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابلة في كل سنبلة مئة حبة جاء رجل بناقة إنهل النبي صلى الله عليه وسلم مخطومقا لك بأسبعمائة ناقة أحيانا النفس تكون طيبة والحمد لله اكتهدت حتى أتيت بمال من كدك وتعبك واقتطعت منه بنفس طيبة مبلغا لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب من تصدق بعدل تمرة بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها بيمينه يتقبلها بيمينه فيربيها لأحدكم ينميها ويزيدها كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم فأنت تتصدق والله أعلم كم سيأتي التضعيف فالفقيه الذي أحرص على أن يتقن العمل مع الله يتقن العمل مع الله كي يتضاعف أجره إلى آلاف الأضعف قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا فيضاعفه له ومع هذا التضعيف له أجر كريم له أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم ومن العلماء من قال الآية بمعنى منفصل انذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم نورهم يسعى بين أيديهم يتقدمهم أما قوله وبأيمنهم ففيها وجهان للعلماء الوجه الأول وبأيمن يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمنهم في الأمام نور وعن اليمين نور والثاني يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم كتبهم وبأيمنهم كتبهم يتلقون الكتب باليمين يقال لهم بشراءكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين من نظرون نقتبس من نوركم الآية قبل تلاوتها أبين شيئا مما فيها للعلماء لأن بعضهم ربطها مع قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم كيف خادعهم الله لما خادعوا أهل الإيمان في الدنيا وغشوا أهل الإيمان في الدنيا وأظهروا إيمانا وهم يبطنون الكفر خادعوا أهل الإيمان فيخدعهم الله يوم القيامة قال فريق كبير من المفسرين سمت مكان يوزع فيه النور يوم القيامة على كل من قال لا إله إلا الله كل من قال لا إله إلا الله ودخل الإسلام يعطى نور هذا النور يصطداء به للمرور على الصراط سيمرون على الصراط يصطداء به للمرور على الصراط فالكل أخذ نورا ومتجه مسرع نحو الصراط صراط جسر جهنم تحته جهنم كل أخذ النور ويسعه فجأة تطفأ أنوار أقوام نور قامل انطفأ فجأة كيف يمشي سيسقط في النار وأهل الإيمان مسرعون نورهم بين أيديهم فيقول هؤلاء المنافقون الذين انطفأ نورهم لأنهم غشوا أهل الإسلام في الدنيا يقولون لأهل الإيمان انتظرون فلان انتظرني يا فلان انتظرني يا فلان كل ينادي من كان ينتظر انظرون أمهلون ارقبون نقتبس من نوركم فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا في نور ارجعوا وراءكم ائتوا بنور احسوا عن نور تستفسرون به فارجعون لالتماس النور فلا يجدون نورا فأتون مسرعين كي يدركوا أهل الإيمان يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة يعني جنة وظاهره من قبله العذاب سور ضرب فينادونهم ألم نكن معكم كنا معكم نقول لا إله إلا الله كما تقولنا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم صرفتموا عن الإيمان وتربصتم بالمسلمين الدوائر كنتم تتمنون الهزيمة لرسول الله كانوا يتمنون هزيمة المؤمنين كانوا يتمنون أن أهل الإيمان يزول أمرهم ولا يدوم وتربصتم وغرّتكم الأماني غرّتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغرور الشيطان خدعكم قال سأخفر ربكم لكم قال لا بعثة لا ثواب لا حساب قال تعالى وغرّكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية كل واحد جاء في لوسيريت أن يفتدي به خذوا كل مالي واتركوني لا يؤخذ منكم فدية لا أنتم يا أهل النفاق ولا من الذين كفر فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار الذي تأبون إليه النار هي مولاكم هي التي تتولى أمركم فكيف بمن مولاه ربه وكيف بمن مولاه النار مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الذي تصيرون إليه ثم يقول تعالى وهذا استحساث لأهل الإيمان كي ينهضوا وينشطوا وتلين قلوبهم وتخشع ولا يترك أنفسهم ملوثة بالذنوب فقد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه ألم يأني للذين آمنوا أما آن الأوان لأهل الإيمان أن تخشع قلوبهم لذكر الله تلين قلوبهم إذا سمعوا كلام الله وإذا ذكروا بالله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أما أنا لهذه القلوب التي قست أن تلين وتخشع وتمتثل أمر ربها ولا يكونك الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فيها قول الآن القول الأول طال عليهم الأمد في النعيم نعموا نعيما واسعا صحة وعافية وأموال وأولاد وعدم مرض طال عليهم الأمد في النعيم فلما طال عليهم الأمد في النعيم قست قلوبهم قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطع أرآه استغنى قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض قال تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل ولذلك الأمراض والحوادث والخسائر وكل أهلها فضل على المؤمن ترجعه إلى الله يمشي مختر المختر تأتي المصيبة تكسره ترده إلى الله يبتلى بمرض فيلجأ إلى الله بعد عجز الأطباء طال عليهم الأمد في النعيم فلما طال عليهم الأمد في النعيم قست قلوبهم فالمصائب لها فوائد ولذلك رسل الله أكثر الناس ابتلاء والوجه الآخر في قولها فطال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ فلما طال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ القلوب قست ولذا المسلم يحتاج الحين بعد الحين أن يسمع المواعظ يحتاج إلى ذلك لا تقول أنه جيد أبدا إذا كان الرسول نفسه يحب أن يسمع القرآن من غيره اقرأ علي يا ابن مسعود قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيره فقرأ عليه من صورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة تذكر الرسول الموقف جئنا بك على هؤلاء الشهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قال لابن مسعود حسبك قال فالتفت فإذا عينه تزرفان وقال الأرباط ابن الثارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موئذة واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فالموعظة لا تأثير في القلب قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا فأوصاهم إنهم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلافاء الراشدين المدينة من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم طال عليهم الأمد في النعيم فإذا أصبت بشيء لا تعترض على قدر الله هذا خير لك حال الصحابة بعد أحد تمسك شديد بالإيمان بالله ولو كان النصر حليفا لهم في كل معركة لا داخل الإسلام من ليس بمسلم طمعا في الدنيا الفانية الزائلة قست قلوبهم في النعيم فطال عليهم الأمد في النعيم فتسربت القسوة أكل وشرب وجماع وسكن وسفر ورحلات القلوب تقسو ولكن الذي يقوم يوما ويمرض يوما ويصاحح يوما ويبتلى يوما ويجوع يوما ويشبع يوما يتذكر تذكر ربه نجه الثاني طال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون هذا وصل لهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر